بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله هشرح النهاردة السريبيلم السريبيلم بيعرف بايه بيه المخيخ المخيخ located near to brain stem بيعرف بيه جزع المخ السريبيلم ده بياخد شكل الكوليفلاور الكوليفلاور ليه عبارة عن ايه الارنبيت ليه قلت كده لان لقيت ان الويت مطر بتاعتها بتاخد stem the appearance يعني شكل الايه السيقان كده coated باي الجري مطر السريبيلم ديفايدد انتو تو همسفية واحد رايد واحد بواسطة ايه بواسطة وارم لايك باند اوف الجري مطر الباند دي بتسمى بيه يعني لو ده السريبيلم مقسوم الى اتنين همسفير طبعا بيكونوا اكوال بواسطة وارم لايك باند الباند دي بتسمى بيه الاه لما باجا شوف السيرفز بتاع السريبيلم بلاقي اني طالع منه زوائد كده ارتفاعات كده الارتفاعات دي بتبقى عبارة عن فولدس كده بتسمى بيه الايه فوليا والمفرد بتاعها فوليام كل واحدة منها يعني كل واحدة من الفوليا دي عبارة عن ايه عبارة عن جري مطر وايت مطر الجري مطر بتعرف بيه اسم ايه كورتكس ياسر بيلر كورتكس على عكس السريبرام كان ايه سريبرال كورتكس لما باجا اعمل كروس سيكشن في السريبرام او في واحدة من الفوليا دي بلاقي ايه بلاقي ان الجري مطر او الكورتكس ده عبارة عن سري ليرز ثلاث طبقات طبعا في الثلاث طبقات بيبقى في ايه نيورونز بيبقى في فايبرز بيكون في جلايا بيه السابورتنج ايه السابورتنج سلس السريليرز بيه المسال دول كده الثلاث طبقات بس الطبقات دي ما بتبقاش ديفاين دي كده من الصعب ان انا حدد طبقة عن الايه عن التانية في الطبيعي انا بس عشان اوضح لكم ايه السريليرز بيه اول طبقة بتسمى بايه اوتر مولوكولر لير تاني طبقة ميدل او انترميدياد بيركنجي سل لير تالت طبقة بتسمى بيه انر جيرانيولر دي ففي مقولة كده بيقولوها علشان اعرف الطبقات بتاعة الجري مطر ان خادوا اول حروف من اسم الطبقات اللي هي الام والبي والجي ام بي جي وقالوا مقولة علشان نعرفها يعني ماذر بليز جو خدوا ايه الحروف بتاعة اول كلمات علشان نعرف الايه الطبقات دي هنيجي ناول طبقة اوتر مولوكولر لير طبعا هي فيها حاجات بس الحاجات برضو اللي موجودة فيها ايه حاجات جاية منين من الطبقات الايه اللي موجودة تحت الى جانب ان فيه خليتين اعرف بس اسمهم دلوقتي وهشرحها بعد شوية باسكت سيل وستليت سيلز بيكون موجودة هنا يعني فيه نيورن وفيه ايه وفيه فايبر الفايبر جاية من الطبقات اللي تحت والخلايا اللي موجودة فيها بتسمى بيه الاستليت سيلز ويه الباسكت سيلز هنمسك البركنجي سيل لير من اسمها بيركنجي سيل لير يبقى فيها خلايا بتسمى بيه البركنجي سيلز يعني الخلايا دي بتسمى بيه البركنجي سيلز هي خلايا بتكون موجودة ان سينجل لير فيه طبقة واحدة الخلايا دي بتاخد شكل البر شيب او شكل الفلاسك شيب يعني دي شكلها بيكون فلاسك شيب سيلز بتشبه الايه الدور وطبعا بتحتوي على الايه النيوكلس السيل بادي بتاع النيورنز دي فلاقيها انها بتكون ايه كبيرة الديندرايتس بتاعها بيطلع ليه المولوكولر لير لكن الاكزون بيمتد ديب من خلال الجرانيولر لير بيروح ليه ديب سيربيلر نيوكولاي يروح من خلال الجرانيولر لير وبيعمل سينابس انتو ديب سيربيلر نيوكولاي ديب النسبة لأول حاجة البركنجي ايه البركنجي سيلز ودي بتعتبر الكاراكتريستي كلير اللي موجودة في الايه السيربيلر لاني بشوف ان الخلال بتاعتها بتكون واضحة جدا اللي هي البركنجي سيل بتاخد شكل الفلاسك شيب او الايه البيير شيب بعد كده الطبقة اللي هي انر جرانيولر لير الطبقة الثالثة دي بيبقى فيها ايه بيبقى فيها نوعين من الخلال اول خلية بتسمى بي جرانيولر جرانيولر سيلز او جرانيول سيلز دي كده بتسمى بي جرانيول سيلز الخلايا دي نيوكلوس بتاعتها بلاقيها انها بتكون ديبلي استيند علشان كده انا لما باجي شوفها بلاقي ان هي بتديلي الطبقة دي اني بيكون لونها غامق بيكون لونها غامق لان نيوكلوس بتاعتها بتكون ديبلي استيند الخلايا دي بتكون راوند تو اوفل الشكل بتاعها بيكون راوند تو اوفل وبتكون طايتلي باجد يعني بلاقيها انها بتبقى جنب بعضها يعني موجودة باعداد كبيرة طيب ايه اللي بطلع للطبقة الخارجية الاكزون بتاع الجرانيول سيلز بيطلع للطبقة الخارجية اللي هي المليكولر ليا يعني ده كده الاكزون بتعمين بتاع الجرانيول سيلز بيطلع بيحصل له برانشد الى تي شيب برانشد انتو تي شيب بيكون لي بارل فايبر الفايبر دي بتعمل سينابسة مع مين؟ مع الدندرايتس بتاع البركنجي سيلز ومع كمان الباسكت سيلز والستيلات سيلز اللي قلت ان هم موجودين في الايه في الطبقة دي طب بالنسبة لي الدندرايتس بتاعتها بلاقيها انها بتكون شورت الدندرايتس بتاعت الجرانيول سيلز بتكون شورت وبييجي فايبرز جاية من الديب سريبيلر نيكولاي بتيجي من تحت كده بتعمل سينابسة مع مين؟ مع الدندرايتس بتاع الجرانيول سيلز الفايبرز دي بتسمى بيه الموسي فايبر بتيجي من الديب سريبيلر نيكولاي طب تاني خلية موجودة في الجرانيولر لير خلية بتسمى بيه؟ بتسمى بيه الجولجي سيلز تبعا للعالم ايه؟ العالم جولجي هو اللي اكتشف الخلايا دي علشان كده سماها بالاسم ده الخلايا دي بلاقيها انها بتكون موجودة بين الجرانيولر سيلز بتكون موجودة بين الخلايا اللي هي الجرانيولر سيلز الدندرايتس بتاعها بلاقيه انه بيحصل له برانشينج او في المولوكولر لير يعني بيطلع فوق ليه الايه المولوكولر لير اما بالنسبة لي الاكزون بتاعها بيعمل سينابس مع مين؟ مع الجرانيولر سيلز يعني لو دي جرانيول سيلز ده الدندرايتس بتاعها وهنا الجولجي سيلز الاكزون بتاعها بيعمل سينابس مع الجرانيول سيلز والدندرايتس بتاعها بيقوم طالع بيحصل له برانشينج في المولوكولر ايه؟ في المولوكولر لير في فايبر بقى بلاقيها انها بتكون موجودة من الديب نيكولاي بتقوم طالعه بتعمل سينابس معه الدندرايتس بتاعت مين؟ بتاعت البركنجي سيلز بتسمى بكلامبينج فايبرز سيبقى اجبها للطبقة الاولى لقيت فيها ايه؟ اول حاجة الدندرايتس بتاعت مين بتاعت البركنجي سيلز تاني حاجة الاكزون بتاع الجرانيول سيلز اللي حصل له برانش ده ثالث حاجة الدندرايتس بتاعت مين؟ بتاعت الجلجي سيلز طب الخلايا اللي موجودة في الطبقة دي عندي خليتين عندي خلية بتكون استيلات سيلز بتعمل سينابس معه الدندرايتس بتاعت البركنجي فايبرز وفيه عندي خلايا ايضا بتسمى بي الباسكت سيلز الباسكت سيلز دي انا سمتها لي باسكت لان لقيت الاكزون بتاعها بيجي يحوط لي البركنجي سيلز يحوط الصومة بتاعتها عشان كده انا سمتها باسكت سيلز والدندرايتس بتاعها بيعمل صينابسة معها اللي ايه الدندرايتس بتاع البركنجي سالس بعد كده الويت مطر الويت مطر اللي هي بتسمى بي السربيلر مضالة بيكون فيها سابورتينج سالس بيكون فيها نيرف فايبر طبعا وبيكون فيها بلات سابلاي لكن بيكون ايه فيو بلات سابلاي لكن في الجري مطر البلات سابلاي طبعا بيكون كتير علشان يلائم وظيفة الدماند بتاع السربيلر يعمل الوظيفة بتاعها لما باجا شوف الخلايا اللي موجودة في السربيلر كورتكس لقيت ان فيما كولا بيقولوها كده علشان اعرف او ان انا متلخبطش في الاسماء بتاعتها فاخدوا اول حرفة من كل كلمة انا مسلا الجي عندي جولجي سالس البي باسكيت سالس والجي جرانيول سالس وي الاس استليت سالس وي البي بيركنجي سالس فقالوا المقولة دي علشان ايه احفظ الخلايا اللي موجودة في السربيلر خدوا اول حرف من كل كلمة وسموها بايه بنفس الحرف بتاعت اه كل خلية ترجمة نانسي قنقر